السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال بداية أقدم التهنئة الحارة لكل أخ وأخت من المتابعين الأحبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443 هجرية للعام الميلادي 2022 وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم ومنا جميعا الصيام والقيام وسائر أعمال البر والخير والطاعات موضوع حلقة اليوم هو دراسة أمثلة على مميزات الاتجاه لعدد من الإشارات مع استعراض موجز لطبيعة الإشارة وأصلها علما بأن هذا الدرس هو جزء من سلسلة دروس سابقة في هذه القناة تناولت مثل هذا الموضوع وتجدون في صندوق الوصف روابط تلك الدروس الإشارة الأولى هي إشارة الملعقة وهي من الإشارات اليونانية أصلا ثم استخدمها الرومان والبيزنطيون فيما بعد كإشارة لها دلالات متعددة وأهم هذه الدلالات ارتباطها بوجود دفاء ومقتنيات ثمينة وهذه الإشارة في حقيقتها من إشارات المعابد وهي إشارة رئيسية ولا تأتي ثانوية أو تثبيت أبدا وهي واحدة من أنواع من الإشارات ذات الصفة الواحدة مثل إشارة المحماسة وإشارة كف المنجنيق أو عصى المنجنيق فيما يتعلق بمميز الاتجاه لإشارة الملعقة الموجودة معنا الآن في الدرس نلاحظ أنه عبارة عن مكعب صغير يقع في مقدمة رأس الملعقة وهو واضح بشكل لا يقبل الشك ويتوجب على الباحث العثور على الإشارة التالية المرتبطة بها والتي تقع باتجاه المميز والذي يمثله السهم الأحمر في الصورة المرفقة الآن هذا المميز إخوة الأحبة ليس دائما يكون بهذا الشكل فقد يكون في زاوية أخرى من إشارة الملعقة قد يكون في أولها في وسطها في آخرها وعلى الباحث أن يميز ويبحث عن هذا المميز الاتجاه أو دليل الاتجاه جيدا وفحص الإشارة بشكل دقيق من جميع أطرافها الإشارة الثانية وهي أحد أنواع الجرون ذات الدلالة التكنيزية إذا توفرت فيها باقي شروط إشارة التكنيز ومنها التتابع هذه الإشارة إخوة الأحبة رومانية ولكنها تحتوي على قدر كبير من التمويه وقد أخذها الرومان أساسا عن اليهود ولكن عندما تكون رومانية فإنها تأتي إشارة رئيسية ويكون قياس قطرها بحدود 17 سانتي متر وعمقها يزيد عن 10 سانتي ولا يتجاوز الـ 15 سانتي أما في حالة أن تكون يهودية فإنها تأتي إشارة ثانوية أو تثبيت وذلك حسب قياسها هذه الإشارة تحتوي على تمويه في مميزات الاتجاه كما أسلفت قبل قليل وهذا التمويه واضح في اختلاق إضافات خادعة على أطراف هذه الإشارة من أجل تعطيل الباحث وإتعابه في عملية البحث وهذه الإضافات هي عبارة عن مسح أو كشط في حافة الإشارة في نقطتين مختلفتين وهما الواضحتان في المستطيل والدائرة فهذه المميزات تمويهية لأنها من النوع ذاته كما أنهما عند التحليل على الأرض لا يحتمل وجود شيء ملفت للنظر أو على ما تابع باتجاه أحد هذين المميزين ويبقى هنا المميز الثالث الذي تشاهدونه الآن وباتجاه هذا المميز وحسب نوع الحضارة يتم الانتقال إلى الخطوة التالية وهي إما نقطة الصفر مباشرة إذا كانت الإشارة يهودية وإما الإشارة التابعة لها إذا كانت هذه الإشارة رومانية الإشارة الثالثة هي إشارة العين وفي الحقيقة إشارة العين تتوفر عنها أمثلة كثيرة ويكاد لا يخلو منها أي موقع أثري وخاصة المواقع الأثرية العائدة للحضارات اليونانية والهيلنستية والفرعونية والرومان فهذه الحضارات إشارة العين كواحد من أهم رموزها الحضارية والمتعلقة كذلك بمخابئ أموالهم وثرواتهم وهي تعني بشكل عام حراسة المكان بما فيه من مقتنيات ومنع أي كان من الاقتراب منه وباختصار شديد أقول أينما وجدت إشارة العين فعليك بالحذر الشديد مميز الاتجاه لهذه الإشارة المطروحة معنا الآن هو الجزء المعتم الذي يقع خارج إطار العين والواقع عند زاويتها وليس شرطا أن نتبع بؤب العين حيث أنه علامة داخل إشارة العين تثبت فقط أنها إشارة عين حقيقية وليست وهم هذا هو الهدف من رسم البؤب أو نحته داخل إشارة العين وليس توجيها عادة هدف إشارة العين قريب جدا ولا تتجاوز المسافة 30 سنتيمتر هدف العين على الأغلب في جدار وليس في الأرض في نهاية هذا اللقاء المتواضع لا تنسوني من صادقي دعائكم بظهر الغيب تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر